اللي بيفكر اشترح لي. يا ترى ايه اللي بعد احالة القضايا للخبير? يعني بعد احالة القضايا للخبير ايه الخطوات اللي هتم وايه اللي صار فهيبقى امتى? يعني الموضوع هيمشي ازاي? تعالوا بنا نسمع تصريحات محامي المعاشات. بيقول ايه? دلوقتي صوت وصورة. وخليكم معنا كده نسمع بيقول ايه? قلت نقطة في الاول برضو عشان تبقى واضحة قدامنا. زيادة الحد الادنى لاصحاب المعاشات ده مش مرتبط بالمبلغ التأميني المؤمن عليه من الاول. لأ ما انا هقول لحاتك. عشان برضو الامر ما يلتبس على الناس. احنا مش ما يلتبس. ليه هو بيزود? هشوف تحاتك بتتكلم ايه? انه طب ما هتلتم يجي نوفرهم من الفلوس. اه. وانا بقول لحاتك في حج مهائل من الاموال موجود لاصحاب المعاشات. يعني. فلوس. حج مهائل ده مرتبط بمعاشات الناس لسه هتطلع بعد فترة وفترة وفترة. لو انا اقول لحاتك الدولة بتستثمرها بفايدة مثلا تسعة في المية او سبعة او تمانية في المية. الاستثمار ده بوقتي الفايدة تسعة في المية? ولا عشرين في المية بتصر بتلاتين في خمسة عشر في المية انا معنا هقول لحاتك هو انت بتستفيد اموالي انا كصاحب معاش مش انا طبعا اصحاب المعاشات اللي هي عندك كدولة بتسعة في المية تقريبا يعني انا مش متذكر كام بالزبط بس تقريبا تسعة في المية او تصل لتسعة في المية. طب التسعة في المية دول انت يا دولة اللي واخداهم بتديني انا فايدة صاحب معاش تسعة في المية بتستثمرها انت بكام? لو الفلوس دي هي اموال خاصة على فكرة بنصر الدستور ووفق المادة سبعتاشر من الدستور اموال خاصة. سنديق يعني. اه 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 ما يبقتش سنديق بقت صندوق واحد. سواء حكومي او قطاع خاص او عام. اهو صندوق. كلها بقت صندوق واحد وفقا القانون مية تمانية واربعين سنة الفين وتسعتاشر. طب انت يا دولة بتستثمريها من ساعة ما انشأتي اللي بعد ما تحولت من الدخار لقانون تأمين اجتماعي سنة تسعة وسبعين. انت بتستثمري الفلوس دي بتاعت المؤمن عليهم. عشان لما يجي خارج للمعاش يلاقي فلوس معاش. طب. يا سيدي زود الفايدة. تلاتة في المية كمان. خليها اتناشر بلاشة عشرين. ودي وزود الحد الادنى. في ناس ما عاشها ثمانمائة جنيه خمسمائة جنيه. حتاك بتتكلم بقى عشان بس اعرج على الحتة بقى. انا مع حضرتك. طبعا. الحتة الصغيرة. طب بتجي له زيادة. نسبة الزيادة بتبقى ضعيفة. ضعيفة. يعني انت بتكلم على قوة شرائية اصلا ضعيفة. اصحاب المعاشات في منهم عدد كبير جدا. خرج معاش مبكر. في الزل الخصخصة. ايوة. كلام بكل. في فترة اخر سنة. ده عجل صاحب المؤمن عليه. اول اه قال. طبعا. الاراضة. وفي نفس الوقت اللي خرج معاش اربعين وخمسة واربعين سنة ده. كان عنده اسرة. يعني النهاردة. عنده اولاده في الجامعة. يعني او خرج من الجامعة ومشتغلش. برضو هو بقى داخله ضعيف. وزي ما حتاك هو لم يكن تعليش. هو ما برضو لما خرج. انا برضو سؤال. احيان. هو لما. 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 لما خرج معاش مبكر. هل في النس起كبرت على هذا المعاش المبك؟ او اللي كان اختياري. زي شركات تصفت.нутها يعني. اه. اتصفت. وليه? طعمه القومiad اسمنت متصفية. آه. الفين وطمنتاشا. وشاعتاشا. خرجوا فيه ناس خرجت. قبل القانون دي يوم معاش مبكر. في تصويت القوى الا اسمنت. ده. على سبيل المثال تاني يوم اتطبق قانون الخدمة القانون التأميني الابتماعي قال له مالكش معاش يعني يعني حتى بقاش ومعال اه? وده عمل ايه? ما هو عمل بقاع يعني لا اشتغل بطل طول الشركة اللي كان شغل فيها وهو مالوش دخل? هو مخدش دخل? ما هو خد ايه ما هو طالما سن صغير بيبقى المكافأ قليلة 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 بقت الجنيه قيمت اقلت فانا عايز حضرتك ايه مثلا زود الفايدة الدولة انا فاهم اصدر حضرتك عشان تبقى زابط المعاشات بلاش تحسنه في الدخل حسنه في الدعم يعني ايه يعني زود الدعم ديره ادي بتاع المعاش ده امتيازات شوية في الدعم اه ايه المشكلة؟ بس خلينا برضو معرفة سينا غوري في حتة هي فكرة الدعم دي يعني انا محضرتك في الحتة الان هي برضو في ضوء معلومات القانونية ان احنا نحسن ونزود ونعالج مشاكل لكن فكرة الدعم دي هي بتنتهي من العالم وتنتهي مصف هي مش ده هي مش فكرة دعم قدم انا هذا الرجل الذي اتم مهمته في العمل يجب ان يراعى كما يعني يعني في الدول العالم ايه هي دي بيرعيه صحية اه يعني بلاش كلمة الدم دي اصدرها بيرعيه في الصحة ورعيه في التعليم ايه بيرعيه في كل شيء في العالم كله اه فانت احنا بنقول دولة مثلا نمية او دولة لسه عندها طموحات انها تبقى عادة لكن انت ارفع الفايدة شوية زودة زي ما انت حياتك بدل تسعة او بدل سبعة وثمانية من عاشر او كده زود ثلاثة في المية اربعة في المية وحسن المعاشات القليلة حتى على قل يبقى حطيت حده ادنى يساعد مع الناس وحتى ما تيجي زيادة يحس بيها ما يحسش ان هما متين تلتمية جنيه وراحوا لا ده تقوم مسماعة مع ابس سبمية تلتمية تلتمية جنيه مصر اعلان اعلانت الدولة عن ان في زيادة تلتمية جنيه لسه هتتطبق بعد تطبير قانون بعد ما مجلس النواب يوفق عليها هتتطبق مع شهر نيفوامبر ليه هو بيزود شوفت حطيت بتكلم ايه انه طب تلتمية جنيه وفرهم من الفلوس ونبقول حطيت في حجم هائل من الاموال موجود لاصحاب المعاشات يعني فلوسك الحجم الهائل ده مرتبط بمعاشات ناس لسه هتطلع بعد فترة وفترة لو هانا اقول لحطيت الدولة بتستثمرها بفايدة مثلا تسعة في المية او سبعة او تمانية في المية الاستثمار ده بوقتي الفايدة تسعة في المية ولا عشرين في المية بتقصر تلاتين في خمسة عشرين في المية انا معرفش بقى بيستثمره في ايه يعني الفايدة معنا اقول لحطيتك هو انت بتستفيد اموالي انا كصاحب معاش مش انا طبعا اصحاب المعاشات اللي هي عندك كدولة بتسعة في المية تقريبا يعني انا مش متذكر كام بالظبط بس تقريبا تسعة في المية او تصل لسعة في المية طب التسعة في المية دول انت يا دولة اللي واخداهم بتديني انا فايدة صاحب معاش تسعة في المية بتستثمرها انت بكام لو الفلوس دي هي اموال خاصة على فكرة بنص الدستور ووفق المادة 17 من الدستور اموال خاصة سنديق يعني اه اه ما بقتش سنديق بقت صندوق واحد سواء حكومي او قطاع خاص او عام كلها بقت صندوق واحد وفق القانون 148 سنة 2019 طب انت يا دولة بتستثمريها من ساعة ما انشأتي بعد ما تحولت من الدخار لقانون التأمين اجتماعي سنة 79 انت بتستثمري الفلوس دي بتاعت المؤمن عليهم عشان لما يجي خارج للمعاش يلاقي فلوس معاش طب يا سيدي زود الفايدة 3% كمان خليها 12-20 ودي وزود الحد الادنى في ناس معاشها 800 جنيه 500 جنيه حتى بتتكلم بقى عشان بس اعرج على الحتة بقى انا مع حضرتك طبعا الحتة الصغرة طب بتجي له زيادة نسبة الزيادة بتبقى ضعيفة ضعيفة يعني انت بتكلم على قوة شرائية اصلا ضعيفة اصحاب المعاشات في منهم عدد كبير جدا خرج معاش مبكر في الزل الخصخصة ايوا في فترة الاخرى السنة ده عجز صاحب المؤمن عليه اول قال للاراد وفي نفس الوقت اللي خرج معاش 40 و45 سنة ده كان عنده اسرة يعني النهاردة عنده اولاده في الجامعة يعني او خرج من الجامعة ومشتغلش فبرضو هو بقى داخله ضعيف وده ماضي حتاك هو لما كان دافع جميلة تاعه هو معلش فندم هو برضو لما خرج انا برضو سؤال نحن حتاك هو لما لما خرج معاش مبكر هل فيه ناس اكبرت على هذا المعاش المبكر ولا كان اختياري فيه شركات تتصفت وقتها يعني اه تصفت وليه طبع القوامات الاسمنت المتصفية 2018 2019 خرج وفيه ناس خرجت قبل القانون دي يوم معاش مبكر في تصويت القوامات الاسمنت ده على سبيل المثال تاني يوم اتطبق قانون الخدمة القانون التامين الابتماعي قال له مالكش معاش يعني حتى بقاش معال ده عمل ايه وده عمل ايه بقاع يعني لا اشتغل بطل طول الشركة اللي كان شغل فيها وهو مالوش دخل وهو مخدش دخل ماهو خد ايه ماهو طالما السن صغير بيبقى المكافأ قليلة قليلة بقت الجنيه قيمت من اقول لها حتاك الجنيه نفسه قيمت وقلت فانا عايز حضرتك ايه مثلا زود الفايدة الدولة وحسن المعاشات بلاش تحسنه في الدخل حسنه في الدعم يعني ايه يعني زود الدعم ادي بتاع المعاش ده امتيازات شوية في الدعم ايه المشيئة بس خلينا برضو مع ريشة السناغوري في حتة هي فكرة الدعم دي يعني انا مع حضرتك في الحتة الأدنية برضو في ضوء معلومات القانونية ان احنا نحسن ونزود ونعالج مشاكل لكن فكرة الدعم دي هي بتنتهي من العالم وتنتهي مصف هي مش فكرة دعم اقدم انا هذا الرجل الذي اتم مهمته في العمل يجب ان يراعى كما يعني يعني في الدول العالم ايه هي دي بيرعيه صحية يعني بلاش كلمة الدعم دي اصلاها بيرعيه في الصحة ورعيه في التعليم في كل شيء في العالم كله انت احنا بنقول دولة مثلا نمية او دولة لسه عندها طموحات انها تبقى عادة او دولة شوية زودة 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 بدل تسعة او بدل سبعة او ثمانية من عاشر او كده زود تلتة في المية او اربعة في المية وحسن المعاشات القليلة حتى على قل يبقى حطيت حده ادنى يساعد مع الناس وحتى ما تيجي زيادة يحس بيها ما يحس ان هم متين تلتمية جنيه وراحوا لا ده تقوم مسماعة مع الناس سبعة او 800 جنيه اعلنت الدولة عن ان في زيادة 300 جنيه بس هتتطبق بعد تطبير قانون بعد ما مجلس النواب يوافق عليها هتتطبق مع شهر نيفوامبر زي ما حدقوا سمعتوا حديث محامي المعاشات وهو بتكلم اتمنى ربنا يكرم ان شاء الله ويأثر المدة بتاعت الموضوع حالة القضية للخبرة ان شاء الله وقريبا جدا نعمل نعمل فيديو ونطلع رحتفل معاكم بالموافقة على الحكم النهائي وان يعني ان هو كل الخبرة شافوا الاوراق والقضية ويقسموا حسبوا لكل واحد مستحقته ان شاء الله ما تنسوش هذا لكم تشتركوا في القناة نورونا دعمونا بالاشتراك في القناة اه اه اشترك في القناة ياريه اتشار لنا الفيديو ويدغط لايك كل ما ضغطوا لايك يا جماعة كل ما ضغطوا لايك لايك وشير بيخلوا الفيديو بيتفو محركات البحث وتكتسب السواب ان انت بتكون سبب لغيرك في ان هو يشوف الفيديو لو هو قادر على رؤيته بسببك بيقدر بسهولة ان هو يحصل على الفيديو اه ضغطوا زر الجرس او الاختيار اشتركوا كل اه جديد احنا زي مقول لحضراتكم بين الوقتي كل يوم فيديوهين الساعة 2 وساعة 6 انتظرونا الساعة 2 وساعة 6 كل يوم فيديوهين اه جداد اه ان شاء الله ربنا اكرمكم اه ونشوفكم بكل خير انا معكم سيد شاكر من قناة شرح لي اشوفكم على خير